دعا صندوق تنمية الموارد البشرية هدف أصحاب المنشآت إلى سرعة تسليم التفويض النهائي لبرنامج دعم نمو التوطين بالمنشآت إلى فروعه في جميع المناطق وذلك للاستفادة من دعم البرنامج الذي يهدف إلى رفع نسبة مشاركة السعوديين والسعوديات في سوق العمل انطناقا من مستهدفات رؤية المملكة 2030 وأكد الصندوق أن الدعم يشمل الموظفين والموظفات الذين تم تعيينهم لدى المنشآة بعد تاريخ 31 يوليو 2017 ولمدة عامين